أنا عايزة إحنا معانا على تيفون إلهام وجدي بطلة الفيلم وإلهام مساء الخير عليكي مساء الخير إحنا يعني ملحناش نستمتع بأدائك قوي في التريلر السريع ده بس إحنا شايفين عزمة يعني تينكيو بجدد من ذوءك وأنا يعني عايزة شكوركو عشان بيفرق جدا معانا لما تشوف دعم داخل بلدنا بنحس بسعادة من طعم مختلف يعني تينكيو سوموش إحنا شكرا لكي إلهام حكيني عن التجربة الفيلم خد منك وقتها قد إيه تصوير يعني الفيلم ما خدش وقت طويل بس هو لأنه إحنا جاد في النص شوية علينا كنا محتاجين في مشهد أو اتنين محتاجين نخلصه بس بسبب كورونا فإحنا صورنا يعني تقريبا سنة يعني صورنا كل المشاهد مع مشهد اتنين وبعد يعني ألمس مش فكرة خبري يتلفني يمكن 11 شهر أو 10 شهور صورنا كمان مشهد أو مشهدين فهو على بعض ومش طويل بسبب الأحداث كان شوية أخذ وقت طويل النظرات الصارمة والست الجدع القوية حاسة أنا ابتدت أفهم الفكرة شوية معاناة تقريبا طبقة من المصريين مش قادر أقول مجموعة من الناس لقا دي طبقة بحالها فعايز أسألك السؤال التقليدي بس هو هي جاي على بالي لازم أسألك الشخصية دي صعبة في تنفيذها كانت صعبة عليكي هي صعبة عشان بعيدة يعني من حيث البعد مش في المشاعر اجتماعيا ما شفتيهاش كتير لا حقيقة على فكرة بنشوفها بس أصبي مهما حد يقولك على حاجة هو ما عاشهاش مش حقيقي يعني حتى لو أنا ووحدة صاحبتي من نفس الوسط من نفس الحالة الاجتماعية من نفس كل الظروف بس أنا مثلا جاتي حالة وفاة من حد قريب وهي ما جلهاش لو هي قالتي أنا حاسة بيكي مش حقيقي لما الواحد بيعيش التجربة لازم ردود أفعالة تبقى مختلفة حتى لو هما على طبقات زي بعض وعيشتهم زي بعض ما بالك لو فيه سوق لكن دي كانت شوية الصعوبة لأن أنا ما كنتش وأنا بفكر عايزة أعمل حاجة كليشين أنا عايزة أشوف ولاء دي ولاء دي في الآخر وأنا خضر لما كانت أتسلم معايا أنا فاكرة أول ما بدأنا قاعدة ترابيزة قالي كده قالي بس يا إلهام عشان نخلص القصة دي من الآخر يعني ونجنيها ولاء دي إلهام إلهام يعني شو في شخصية إلهام لو إلهام شخصيتها القوية ولاء دي شخصيتها القوية لو إلهام دي شخصية مثقفة ولاء دي شخصية مثقفة بس في الحطابة وتحطت في الظروف دي وده يعني ده كونسبت هلو ده جميل سهل لأنه دي الحقيقة أن تبقى طبيعية دي الحقيقة هو الناس متخيلة إن دايما إحنا بنحط لو الدكاترة في شكل معين بنليبل الدكاترة في شكل معين الصحفيين في شكل معين الممثلين في شكل معين اللي بيستغلوا مثلا في السجون شكل معين بس الحقيقة إنه لأ طبعا الموضوع المتفاوض دي بن كل دولة بين أدمين بتجمعهم ساعات مشاعر واحدة لما أنا دخلت جوة ولائتي ودخلت الحطابة ودخلت العيشة بتاعتهم أنا توجعت نفس الوجع أنا لو أنا جوزي بيكوني ما لديك دعوة بقى أنا متعلمة فيني يعني ولا عايشة في إيه هتفرق في إيه نفس رد الفعل الإنساني أنا إنسانة جوزي وجعني جوزي يعني طعامي بضهري هتفرق في إيه بقى يعني في فهم قصدي هتفرق في إيه أنا هعيش نفس المشاعر أنا جوزي مثلاً سبني ومشي وأنا فرقبتي مسئولية هتفرق في إيه اللي ممكن يفرق شوية إن أنا هيبقى عندي مثلاً هنا دخل الزيادة شوية بس هعيش نفس المشاكل النفسية وهتعصب وهتعب هي دخلت وشربت الشخصية طبعاً أنا عايز أشكرك على الوعي إنسي بتريد وعي كبير جداً في معالجة الشخصية واضح جداً أنه يعني إحنا معنا مخرج كبير برد يعني خدنا جايزة أفضل ممثلة في مهرجان فيينا أنا يعني ده اللي قريته عن الفيلم ودي حاجة واضحة جداً من اللقطات الأوليلة اللي إحنا شايفينها في التريلر بتاع شكري أشكري مبروك مبروك يعني مبروك علينا الشاطرين أنا بحس كده بايما لا هو خبرك المخبيني في التريلر يعني لا لا أنت يا هو باينة جداً شكري لا لا بس ده كويس ده كويس ده مطلوب يعني ده كويس جداً فبيفرق قوي عارفة لما تتفرجي على فيلم وتخشي تقولي ده الفيلم كله في التريلر لكن الحقيقة أن كل الناس اللي قاح حضروا الفيلم قالوا لا الفيلم هو مفجأ وده كتفارق معنا أن إزاي في 26 دقيقة تتلعبوا مفاجآت يعني ده ترينيج بوينت قوية جداً جداً لجوه الفيلم لو خلينا فاجأة حضرتك كمان مفاجأة تانية أن الشخصية الحقيقية الإلهام كانت ملك الجمال مصر ومس إيجيبتها 2009 إيه ده فعلاً تخيالي أن ملك الجمال مصر ويتها شخصية شعبية الأمر الغاضب هي أمر بس هي غطبانة في الفيلم برد شكراً شكراً يا إلهام شكراً جزيلاً إلهام وجدي بطلة الفيلم وحصل على الجهزة أفضل ممثلة عن طريق الفيلم لأنه العمل الأول لها